افتتحت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي مؤسسة رؤية مهرجان تنوير معرض نماذج أبدية الذي ينظمه مركز التصاميم 1971 بالتزام مع استعداد الشارقة لانطلاق مهرجان تنوير الذي سيبدأ غدا في صحراء مليحة لمدة ثلاثة أيام ويحتفل بارث الشاعر جلال الدين الرومي تحت شعار أصداء خالدة من المحبة والنور ويكشف المعرض خفايا العملية الإبداعية لأعمال فنية يعرضها المهرجان استلهمت رؤيتها من طبيعة صحراء مليحة مستحبا الزوار في رحلة تفاعلية بدءا من تصور وتطوير الأعمال الفنية وصولا إلى تنفيذها المعرض الذي يستمر حتى الثالث من إبريل 2025 يصلط الضوء على أعمال عشرة فنانين مصممة من قبل أحد عشر فنانا إماراتيا وعربيا وأجنبيا يتخذون من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا ويتضمن المعرض برنامجا مكثفا من الجولات وحوارات مع الفنانين وورش العمل والفعاليات المجتمعية على مدار خمسة أشهر حيث يوسع المعرض أفاق الحوار حول الإبداع والمرونة والتواصل إلى موراء الأعمال الفنية ذاتها هذا ويستضيف مهرجان تنوير نخبة من أعظم الفنانين والشعراء على مستوى العالم للاحتفال بالإبداع والترابط والعلاقة الوثيقة بين الفن والطبيعة والحياة الروحانية ترجمة نانسي قنقر